السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أولاً أعطيكم العافية وشكراً جداً على تفاعلكم المميز في الجزء الأول لتحويل منزل إلى منزل الذكي بالاعتماد على منصة LG ThinQ ويعني ما شاء الله تبارك الرحمن كمية التفاعل والله يبارك لكم ويزيدكم إن شاء الله وضعف ما تتمنوا لي بإذن الله لكن الفكر ما فيها أنه منصة LG ThinQ يعني أحاول أجاوب على كذا السؤال أكثر أسل اللي جاءتني ومش هي منصة هذه ومش فكرة من منصة LG ThinQ الفكرة ببساطة أن هذه منصة تخدمك تقدم لك الراحة وتقدم لك أحدث التقنيات الحماية والأهمال العالي والفكرة ما فيها أنه من خلال منصة LG ThinQ أنه تعال أنت كمستهلك بعدما كنت تسوي الخطوات مع الأجهزة المنزلية من ثلاثة إلى أربع خطوات ستسوي من خلال خطوة واحدة ومو بس كذا مو بس أنه خطوة واحدة ستسويها في أي مكان مهما كنت حتى وإن كنت خارج منه وهذه واحدة من الأشياء التي فعلا صارت لي رحت الحديقة نسيت ما طف المنقي الهواء فعادة يعني أخلي لا أروح أتجع البيت مشوار لكن كل ما سويته أني دخلت على الجوان رحت لمرصة LG ThinQ وطفيته وأنت هنا قضينا خلاص فهذه فكرة LG ThinQ من خلال برنامج هذا البرنامج بتوفر من خلال iOS ومن خلال أندرويد تقدر توصل إلى في أي مكان في العالم طالما أنه في إنترنت ومورك جدا في السريم حتى لو عندك شاشة تلفات من LG ستقدر توصل لها من خلال ThinQ المقدم من نفس الشاشة طبعا إذا كنت في البيت لكن المقصد من خلال برنامج تقدر تشوف أنه هذه الأجهزة المتصلة بالإنترنت تقدر تتقسم ما بينه تروح أن تقدر تقسم الأجهزة والله أنت تحاط أجهزة في غرفة المعيشة حاطة في المطبخ حاطة أعزكم الله في الحمام في المكتب تقدر توزحه بشكل جميل جدا ويكون فيها تفصيل خلقنا مثلا أنه خلصت من غسيل الملابس طيب وش تستوي بهذا حال يجيك تنبيه يقولك ترى غسيل ملابس ترى أنتهى فأنت خلاص تعرف أنه غسيل ملابس أنتهى والله مثلا باب الثلاجة مفتوح يا السلطان يجيك تنبيه يقولك ترى باب الثلاجة نسيته خليته مفتوح يجيك تنبيه ويقولك تروح قفل باب الثلاجة فهذه فكرة من منصة الالجي ثنكيو طيب سلطان يعني هذه الأجزة مليانة تقنيات مليانة كل شيء عظيم لكن كهرباء مليار مثلا ريال خلاص في آخر الشهر لا وهذه هي الفكرة وجود التقنيات وجود شيء يسمي الذكاء الاصطناعي مع هذه الخدمات مع هذه التقنيات مع هذه الحماية والأمان العالي أن يوفر لك كلها حاصلة على كفاءة طاقة باللون الأخضر فمعدل استهلاك الطاقة عندهم ممتاز لهذه الأجزة المنزلية هذه فكرة أنه الالجي ثنكيو يجعل كل هذه الأجزة تتواصل مع بعضها البعض بحيث أنه يكون فيه إدارة ممتازة في استهلاك الطاقة فهمت الآن وشهو الالجي ثنكيو خليني أعطيك بعض الأمثلاب مع كل جهاز وش ممكن تسويه بشكل مجنون صراحة رح يجبك يعني على سبيل المثال للثلاجة أنا والله ممكن أسوي فحص كامل للثلاجة من خلال الجوال أشوف لأنه بعض الأحيان يعطيني تنبيه ترى فيه رطوبة مكان اللي أنت حطيت فيه الثلاجة بعدها شوي أو مثلا ترى المساحات اللي موجودة جوه الثلاجة الصغيرة فانتبه لهذه النقطة أقدر روح مثلا والله مثلا أبي غيض درجة سحرات الثلاجة أو غيض درجة سحرات الفريزر نفسها أقدر أصوي هذا الشيء من نفس الجوال وأنت هنم وزي ما قلت لك لو نسيت باب الثلاجة مفتوح فهيجي يكتن به ويقول قفل باب الثلاجة الله ليهينك التلفات على سبيل المثال أي شاشة من LG بما فيها LGX معتمدة أو مرتبطة بشكل كامل على منصة الثينكيو والذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي يقدم لك البرامج المقترحة ممكن يقدم لك أيضا الذكاء الاصطناعي يحقوى ضبط المشهد على حسب بالمحتوى الذي ترونه بدون أن تفعل أي إعداد يدوي وتحوث به وخاطر الأشخاص الذين لا يوجدون خبرة فأجعل هذا الاصطناعي يضبطك في مسائل المشاهد وأيضا في مسائل الصوت بمكان أيضا فيها خاصة تحكم الصوت وهذه بعض النتائج التي قمناها وتكلمنا عنها ما هو الوضع في رياضة اضعوا اresident اضعوا Ukra paid اتضعوا الفاتو تركي اضعوا وهم انت حاط فريقك المفضل قبل ان تبدأ المباراة يا صديقي رح يجيك تنبيه نافذة مبثقة كذا استجبه هدف رح يجيك نافذة مبثقة خلص المباراة رح يجيك نافذة مبثقة وايضا هذه الشاشات متوافقة مع الـ AirPlay والـ HomeKit هذه الشاشات الـ LG بما فيها الـ GX متوافقة مع أحدث التقنيات بما فيها مستقبل أجهزة الألعاب من خلال منافذ الـ HDMI 2.1 LG SYNC والـ FreeSYNC كل التقنيات موجودة من قبل شاشة اتفاق كلها شاشات الـ LG OLED على سبيل المثال الغسالة يعني والصراحة الفضل لله ثم اللي زوجتي شكرا لها لساعدتني كثير في شرح بعض النقاط وبعض الأشياء اللي ما كنت فهمها بدرجة كبيرة مع الأجهزة منزلية يعني الـ AI Direct Drive هذا تخيل تحط ملابس ملابس هذا يعطيك التنبؤ التلطائي للملابس اللي موجودة بالداخل ويعطيك الكورس يعني يقصد الغسيل المناسب لغسل هذه الملابس بدون ما تتدخل بدون ما إذا حست ما تعرفت بذا تسوي شيء هو رح يقول لك ترهي الغسيل المناسب لها هو هذا بالمدة هذه بالأشياء هذه 1-2-3-4 خلاص أنت بس وضع تستارت وخليني أبدائنا بس في الموضوع هذا يقلم من مسألة الاهتزاز والضجين طبعا تروح للبرنامج وتشوف الكورسات اللي أنت تبغاها الغسيل المناسب وحتى لو ممكن تروح لي خانة تحميل المزيد وتحملها وتضيفها عندك في الكورسات الموجودة الدرجة الأول مناسب للملابس ثقيلة الدرجة الصغيرة للملابس الصغيرة مثلا الشريب الصغيرة طيب اوكي ضحتها سلطان وأنا أغسي الملابس يعني نسيت ما أضيف أعزكم الله له مثلا شراب أقعد أطفي الكورس وأقعد أعود بعيد من أول جديد لا كده بموضوع لا في عندك أيقونة اسمها أدد آيتم ممكن تصل من نفس الجهاد تضيفها وتضغط عليها وخرج تقدر تضيف وهانت لا أحتاجت تأخير شيئا وأكيد مع كما تجعل مع الثلاجة من قد تجعل مع الغسالس الذي هو الفحص الذكي والذي يفحصك ينمي لك شيء كامل من الجهاد بحيث أن تعرف ما هي المشاكل التي تحدثها نفس الشيء يمكن أن تجعله مع المكيف من خلال منصة THENKYUE تقدر تشغله وتطفيه ممكن تضع الموضع الذي تريد البرنامج الذي تريده وهذا الذي تريده يشتغل هو بارد وهو الدافئ مثلا أنه يوزع الباب الخاص بالمكيف يجعل المراوح تتغير ريمين ويصار أو تثبت على جهة معينة تريد أن تضع على البوست موضع لأنه يزوت من قوة المراوح هذا الخيار أيضا متاح وممكن تتحكم درجات حرارة بدون أي مشاكل من خلال نفس البرنامج نفس الشيء يمكن تفعله مع المنقي الهواء أقدر أدخل على منصة ثينكيو وأقدر أشغلها وطفيه أقدر أخذ الوضعيات التي أريدها في طريقة عمل موقع الهواء يجيني معلومات عن نقاوة الهواء في المكان الذي أريده غسالة الصحون عادة بمثال أقدر أحضر البرنامج الذي أريده مثلا أحمل الكرسات التي أريدها أقدر أشغلها أقدر أطفي غسالة الصحون وأنتهي هنا فالفكرة ما فيها دائما أنت ترى أن هذه المنصة تجمع لك كل شيء في مكان واحد علشان تسهل من استخدام هذه الأجزة المنزلية تخليها مترابطة تحت منصة واحدة تخيل موضوع أنك تدخل من برنامج لغسالة برنامج للتلفاز برنامج مدري إيش لا ثينكيو هذه فكرة أنه يجمع لك في منصة واحدة هذه أتمنى أني وفقت في الشرح إيش الفكرة التي تقدمها لك منصة ثينكيو قد إيش قد إيش هي مفيدة بالفعل أتمنى أني أفدتكم أتمنى أني وضحت كل نقاط ممكن تسوي منها من خلال منصة ثينكيو وممكن تسويها مع كل جهاز منزلي موجود عندك في كثير من الأجزة المنزلية مقدمة من قبل شركة الجي متوافقة مع ثينكيو يعني ليس فقط هذه من السعر الاقتصادي السعر المناسب إلى السعر الأسعار العالية خيارة متاحة لكل المستهلكة أنت بس تشوفوا ما تحتاجه وصدقني ما رح تندم مع هذه المنصة أعطوا رأيكم بخانا التعليقات نشوفكم بخير إن شاء الله إن شاء الله نشوفكم في الجزء الثالث مع السلامة